الذهاب إلى الحوار الأفغاني واتخاذ إجراءات لبناء الثقة بين طالبان والحكومة محاور مناقشات المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في أفغانستان زلمي خليل زاد مع المسؤولين الأفغان في لقاءات منفصلة ومجتمعة مع كل من الرئيس أشرف غني وشريك حكمه عبد الله عبد الله الذي سيتولى ملف المصالحة الوطنية أكد خليل زاد ضرورة المضي قدما في تنفيذ الالتزامات الموقعة بين كافة الأطراف في اللقاء تم بحث كافة الأمور المتعلقة بعملية السلام مع طالبان واستئناف المصالحة وأيضا تشكيل هيئة وطنية للتفاوض كما تم تطرق إلى ضرورة تنفيذ الالتزامات التي جاءت في الاتفاق بين أمريكا وطالبان وأيضا الإعلان المشترك مع الحكومة الأفغانية وتأتي المناقشات الجارية من قبل المبعوث الأمريكي لدفع عملية السلام مع طالبان بعد أيام قليلة من الاتفاق السياسي الذي سيتشكل بموجبه حكومة جامعة هنا في كابل وهو ما قد يفتح المجال أمام خطوات مستقبلية للتوجه نحو الحوار مع طالبان السيد خليل زاد هو من وقع الاتفاقية الدوحة للسلام وهو يريد حاليا إنجاح الجهد من أجل المصالحة من خلال العمل مع الحكومة زيارته الحالية تأتي بعد توافق الأطراف السياسية هنا وحاليا سيتم التركيز على ملف المعتقلين وتخفيض العنف وقف إطلاق النار مطلب لا تزال تصر عليه كابل قبل التوجه نحو خطوات أخرى في إطار عملية السلام وهو ما ترفضه طالبان التي تصر هي الأخرى على إطلاق صراح خمسة ألاف من معتقليها قبل الحوار مع الحكومة أما المبعوث الأمريكي يتحدث عن انخفاض تدريجي للأعمال القتالية وهي محاولة لتقريب مواقف الأطراف للدفع بالعملية نحو الأمام حسب مراقبين تصاعد حدة المواجهات بين طالبان والحكومة وجهد أمريكي متواصل لإعادة الأطراف إلى العملية السياسية وعلى الطرف الآخر يبقى المواطن هنا يدفع فاتورة صراع لا تزال نهايته غير واضحة المعالم صفة الله صافي الحرة كابل